أباء لن يحتفل عطق على طريقته الخاصة موت ودمار هدية روسيا للسوريين قبيل بداية العام الجديد هنا بين هذه الخيام كتبت حكاية ألم أخرى بعد قصف الطائرات الروسية لمناطق غربي إدلب الأمر الذي أدى لمقتل طفلين وامرأة وإصابة عشر مدنيين جلهم من الأطفال وبينما تنشغل فرق الدفاع المدني السوري بالبحث عن ناجين بين الأنقاط تنشغل موسكو بمهمة أخرى في سوريا هي توسعة قاعدتها في حميميم وقواعدها في الساحل السوري بالمجمل فضلا عن أجزاء من البادية السورية حيث تجري مناورات جديدة في تمكين واضح لنفوذها هناك هذا النفوذ في سوريا يقول موقع المونيتور الأمريكي إنه محاولة من الكريملين لإظهار بأن تجميعه للقوات هناك يمثل تحرك أن يتجاوز مجرد فكرة رفع العالم الروسي في المتوسط أو التغطية على إرسال جنود الروسي لفنزويلا وأوكرانيا يتجاوز كل ذلك لتحويل سوريا إلى شوكة في خاصرة الناتو والغرب سياسيا وبعدما نجحت روسيا في ضرب كل الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في سوريا وخلق مسارات متعددة من الحوارات بلا نتيجة ها هي تخرج بتصريحات جديدة تنسف حتى اللجنة الدستورية التي دفعت إليها بنفسها مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا أليكساندر لفرينتييف أكد أن إعداد دستور جديد لسوريا يجب أن لا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد وحتى إن حصل فإن هذا الطريق لن يؤدي إلى شيء تصريح يؤكد مرة أخرى فشل الغرب وخصوصا أمريكا بوضع حد لروسيا ليس فقط من أجل حرية الشعوب التي دفعت ثمنا باهظا بل من أجل نفوذ أمريكا نفسها وتراجع دورها في الشرق الأوسط والمتوسط عموما يعني خسارة مزدواجة لواشنطن بعد كل هذه الحروب التي خاضتها وتحويل هذه الدول إلى ساحة للصراعات الدولية لا أكثر